وقبل ما نتنقل للعقد الرابع من القرن العشرين مهم أننا نسرت بطولات الأهلي في كرة القدم في العقد الثالث وزي ما أنتوا شايفين في الجدول اللي قدامكم على الشاشة أقيمت في العقد الثالث 27 بطولة في مسابقات كاس السلطان حسين ودور القاهرة وكاس مصر فاز الأهلي باربعتاشر بطولة منها يعني أكتر من نص عدد البطولات وفاز المختلط بخمس بطولات والترسانة باربع بطولات والسك الحديد بثلاث بطولات والاتحاد السكندري بطولة واحدة مش بس كده الأهلي جمع بين البطولات الثلاثة مرتين في مواسم 1924-1925 و1926-1927 وجمع بينهم مرة تلتة في التلاتينيات الإنجاز ده ما فيش فريق عمله في تاريخ المسابقات الثلاثة ما فيش فريق غير الأهلي جمع بين البطولات الثلاثة ودلوقتي بقى نقدر نتنقل للعقد الرابع وثلاثينيات القرن الماضي في إبريل 1932 احتفل النادي الأهلي باليوبيل الفضي مر على تأسيس النادي الأهلي 25 سنة فأصدر النادي الأهلي كتاب بالمناسبة دي وكان ده أول كتاب يصدر عن نادي في مصر ويمكن يكون أول كتاب رياضي صدر في الفترة دي دايماً الأهلي سباق وصاحب الرياضة والمبادرة الأولى في كل شيء الكتاب شمل نبذة عن تاريخ النادي وتأسيسه وعقد شركة النادي الأهلي للرياضة البدنية وتاريخ دخول الألعاب المختلفة للنادي وأسماء وصور مؤسس النادي والمساهمين ورؤساء شرف النادي ورؤساء النادي وعضاء اللجنة العليا واللجنة التنفيذية وأمناء الصندوق وسكرتير النادي منذ تأسيسه وحتى الاحتفال بيليوبيل الفضي الكتاب عرض كمان تاريخ تطور منشآت النادي وزيادة مساحته وملاعبه على مدى 25 سنة من تأسيسه وعرض تاريخ كرة القدم بالنادي وتشكيل أول فريق للكرة سنة 1911 وأسماء وصور كل لاعبي كرة القدم اللي مسهله النادي لحد 1932 واستعرض الكتاب المسابقات المختلفة لنظمها النادي الأهلي للطالبة زي كسحمة حشمة باشا لكرة القدم وكاس عزيز عزة باشا للألعاب الأخرى واستعرض كمان البطولات اللي فاز بها النادي الأهلي في كرة القدم واستعرض تاريخ ألعاب التنس والملاكمة ورفع الأسقال وكرة السلة مش بس كده الكتاب استعرض الدور الوطني للنادي الأهلي في تمصير الرياضة المصرية وتأسيس اتحادات رياضية للألعاب المختلفة وكمان تأسيس الاتحاد المصري للأندية الرياضية عشان يحل محل الاتحاد المختلط وأخيرا استعرض الكتاب الدور الفني والثقافي للأهلي وحفلات الأبرة السنوية اللي الأهلي كان بينظمها مرتين في السنة مرة في عيد تأسيسه السنوي في شهر إبريل والتانية في وقفة العيد إصدار الأهلي لكتاب في اليوبيل الفضي يعني لاحتفال بمرور خمسة وعشرين سنة على تأسيسه كان محفز لإدارة الأهلي عشان ياخد دور الرياضة الصحفية بين كل أندية مصر ففي العام التالي 1933 قررت اللجنة العليا للنادي الأهلي إصدار مجلة شهرية تحمل اسم النادي الأهلي وكانت أول مجلة رياضية تصدر عن نادي في مصر لما فتحنا المجلة لأنا فيها العديد والعديد من المفاجأات زي إيه مثلاً أهم مفاجأة هنعرفها لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة